موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أيها الطلاب الأكارم أيها الطالبات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الحلقة من سلسلة دروس الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية ودرسنا لهذه الحلقة تحت عنوان نظرة الإسلام إلى الشورى والديمقراطية مجاله الثقافة الإسلامية وهذا الدرس خلاصته مقارنة بين نظام الشورى في الإسلام ونظام الديمقراطية عند الغربيين وأبدأ بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هذه الآية فيها مقومات الشخصية المسلمة استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ثم قال تعالى وأمرهم شورى بينهم وختم الآية ومما رزقناهم ينفقون جعل الشورى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال العلماء للزوم الشورى لضرورة الشورى لوجوب العمل بالشورى كما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة يجب أن تشاور نأتي الآن إلى تعريف الشورى كما جاءت في الكتاب الشورى تعني النظر في الأمور من أرباب الاختصاص لاستجلاء استجلاء يعني توضيح المصلحة المطلوبة شرعا وإقرارها وتنفيذها فالنظر في الأمور لا يكون إلا من أهل العلم وأهل الفن وأهل الاختصاص الشورى في الإسلام أيها الشباب ليست أصلا لنظام الحكم فحسب يعني مجالها ليس المجال السياسي فحسب بل هي نظام حياة يشمل الدولة بجميع مؤسساتها يشمل الحاكم وجميع نوابه يشمل المجتمع بجميع دوائره كذا الأسرة والفرد هذا تعرف الشورى ما تعرفه الديمقراطية الديمقراطية هي النظام الذي يمنح الشعب أو الأمة سلطة إصدار القوانين والتشريعات إذن هو نظام يمنح الشعب سلطة إصدار القوانين والتشريعات احفظوا هذا التعرف نأتي الآن إلى أهم ما في الدرس وهو أبرز الاختلافات بين الشورى والديمقراطية نريد أن نقارن بين الشورى في الإسلام ونظام الديمقراطية عند الغربيين أولا الشورى كلمة عربية لفظة قرآنية وردت في كتاب الله تعالى في القرآن سورى اسمها سورة الشورى قال سبحانه الآية التي عرضتها آنفا وأمرهم شورى بينهم بينما الديمقراطية كلمة غربية أصلها يوناني وتعني حكم الشعب نفسه بنفسه ينبثق عن الشورى مجلس شورى هذا المجلس يستخرج أقرب الآراء إلى الحق بما يوافق الشرع ويعرضه على الحاكم فيأخذ به بينما في الديمقراطية ينبثق عنها مجالس تشريعية لها مجالس تشريعية برلمانات أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب لها صلاحية سن القوانين والتشريعات في الشورى السيادة والحاكمية لله تعالى في الديمقراطية السيادة والحاكمية للشعب في الشورى مجالها في مواضع الاجتهاد فيما لا نص فيه إذا ورد نص فلا شورى ولا اجتهاد بينما صلاحية الديمقراطية مطلقة في الشورى تخضع لأهل الحل والعقد تخضع لأهل الاختصاص لأهل العلم لأهل الفن والاجتهاد بينما في الديمقراطية تخضع لعامة الشعب لكن هل يمكن أن تلتقي الديمقراطية مع الشورى؟ نعم قد تتفق الديمقراطية مع الشورى في بعض الأمور مثل إذا لم تعارض الديمقراطية نصا شرعيا قطعيا يعني إذا صدر عن مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو البرلمان قانون لا يخالف نصا شرعيا فلا بأس به كذا في تحقيق مصالح الناس لأن الشرع من مقاصده تحقيق مصالح الناس وتلبية مصالحهم وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخر أيضا يمكن أن تلتقي الديمقراطية مع الشورى في منح الناس دورا مهما في إدارة المجتمع وإدارة الدولة فلا حرج ولا بأس نستعرض الآن معكم الشورى في الشريعة الإسلامية الشورى في الإسلام كما أسلفت أصل من أصول الحكم والإدارة والحياة برمته ليس في السياسة فقط أو للحاكم فقط الشورى اسم سورى من القرآن الكريم ومن صفات المؤمنين ومر معنا ذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالشورى قال عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر بل من أبرز صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الشورى كما وصفه صاحبه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أخبر الناس به قال ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك قواعد أساسية لمبدأ الشورى قواعد عامة للشورى نستعرضها في هذه العجالة هي الشورى حق للجميع ليست حقا للحاكم فقط حق للحاكم وحق لرعيته فيما يحقق المصلحة العامة من واجبات الحاكم المسلم أن يعرض الأقضية والمسائل التي تطرأ له للشورى في الشورى يؤخذ برأيه الأكثرية لا يشترط الإجماع إذا كان مجلس الشورى مثلا مئة شخص لا يشترط أن يوافق المئة على هذا القانون أو هذا التشريع أو هذا الرأي بل يؤخذ برأيه الأكثرية ثمانين أو سبعين أو ستين ثم آخيرا هدف الشورى في الإسلام هو النصح لله ولدينه ولإعلاء كلمته لا أن يكون لغرض دنيوي دنيويا أو للتوصل إلى مصلحة أو منصب أو مجاملة الحاكم أو نحو ذلك ما هي مجالات الشورى في الإسلام؟ من مجالاتها ما لا نص فيه كل مسألة لا نص فيه من القرآن أو السنة يمكن أن تكون مجالا للشورى أو ربما يرد فيه في هذه المسألة دليل لكن هذا الدليل دليل عام لم يبين كيفية تنفيذه مثل طريقة اختيار الحاكم الشرع أوجب على الأمة نصف الحاكم لكن ما طريقة اختياره ترك هذا الأمر للأمة تختاره حسب ما ترى أو حسب المصلح أيضا من مجالات الشورى ما لم يرد فيه نص لكنه ورد في نظيره فيقاس عليه حين ذا نأتي الآن لنستعرض معكم نماذج للشورى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشورى في الإسلام ليست حبرا على ورق ولا كلاما بل تطبيقا عمليا سنرى ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أعظم النماذج من أعظم الصور التي سجلتها لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شورى الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه في غزوة بدر كما تعلمون خرج المسلمون من المدينة لملاقات قافلة أبي سفيان لكن القافلة أفلتت منهم وخرجت قريش بجيش لجب ضخم تريد القتال تريد الحرب ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون أنفسهم أمام قتال خرجوا للقاء قافلة جارية لكنهم الآن أمام حرب عندئذ شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر القتال شاور الناس قال أشير علي أيها الناس فقام المقداد ابن الأسود الكندي قال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه وقام أبو بكر أيضا مؤيدا الحرب وقام عمر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يقول أشير علي أيها الناس عندئذ قام سعد بن معاز سيد الأنصار قال يا رسول الله كأنك تريدنا تريدنا يعني كأنك تريد رأي الأنصار أهل المدينة وتعلمون أن المعاهدة أو بيعة العقبة الثانية التي عاهدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنص على نصرته في المدينة وليس في خارج المدينة عندئذ تكلم سعد بن معاز بكلام طيب بكلام سر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله امضي لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو خط بنا لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام سعد وبكلام الناس ومشورتهم ونشط للقتال وبدأ لتجهيز المعركة الآن عندنا موقف آخر للشورة في هذه المعركة بالذات وهو اختيار مكان المعركة نزل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلا فجاءه فرد من أصحابه رجل من أصحابه اسمه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أهذا المنزل الذي نزلت منزل أنزلكه الله لا نستطيع أن نتقدم عنه أو نتأخر أم هو الرأي والحرب والمشورة فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمشورة قال يا رسول الله ما هذا بالمنزل يعني لا يصلح للحرب ثم عرض رأيه في مكان الحرب المناسب فسر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ به ونزل في المنزل الذي أشار عليه الحباب بن المنذر أيضا صورة أخرى من صور الشورة في هذه المعركة بالذات وهي أسرى غزوة بدع كما تعلمون نصر الله نبيه نصرا عزيزا وفتح عليه فتحا مبينا وكانت المعركة فرقانا بين الحق والباطل وقتل السبعون من صناديد قريش وأسر سبعون مثلهم ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرة؟ استشار أصحابه فأشار عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بجز رقابهم وأشار عليه أبو بكر بالمن عليهم وأخذ الفدية مقابل إطلاق سراحهم فمال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأخذ منهم الفداء ومن عليهم وأطلق سراحهم لكن الله سبحانه عاتبه بعد ذلك في غزوة أحد كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة وقتال القوم ومناجزتهم من داخلها لكن رأي الشباب وكانوا هم الأكثرية الخروج لقتال المشركين فنزل عند رأي الأكثرية وبعد المعركة ورغم الهزيمة والجراح والقتل الذي وقع بالمسلمين نزل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر لا تنسوا صورة من صور الشورى في غزوة الخندق لما جاءت الأحزاب من كل حدب وصوب قريش وغطفان وهوازن والقبائل وكلهم رموا الرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن قوس واحدة ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى مجلس استشاري للتشاور في أمر الحرب في أمر المواجهة وقام رجل من أصحابه هو سلمان الفارسي وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الخندق فكرة جديدة لا تعرفها العرب سلمان من بلاد فارس مكيدة جديدة من مكائد الحرب أعجب بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى تنفيذها من فوره هذه صور من الشورى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك خلفائه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كان يشاور أصحابه وكلهم لا يصدروا إلا عن رأي ومشورة جمع القرآن في عهد أبي بكر كان عن مشورة الصحابة جميعا عمر بن الخطاب لما طعن وعرف نفسه أنه سيموت جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر مجلس الشورى معروف الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على مصحف واحد على مصحف واحد بلغة قوريش كان ذلك عن رأي ومشورة من أصحابه كذا بيعة علي بن أبي طالب كانت من قبل أهل الشورى تنفيذا لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم ونأتي في الختام إلى الكلام عن الشورى في التاريخ السياسي لدولة الكويت النظام السياسي في دولة الكويت يقوم على الشورى إذ يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة وهو يقوم بدور تشريعي ورقابي فاعل ومؤثر وكلكم يتابعوا ذلك في نهاية الدرس ما القيم المستفادة من هذا الدرس أولا احترام آراء أهل الخبرة والاختصاص الثقة بنظام الإسلام في إدارة الدولة والمجتمع التعاون على البر والتقوى في الختام نشكركم أعزائي الطلبة عزيزات الطالبات على حسن استماعكم متمنيا لكم حسن الفهم والعلم والنجاح والفلاح راجيا لكم التوفيق من الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر